قل فضيلة الشيخ أفقكم الله نشارك في موسم الحج في أعمال الحج وفي تنظيم حركة سير الحجاج ويبدأ عملنا في الساعة الخامسة عصرا من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباح السؤال هل لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء سواء كنا من أهل مكة أو من خارجها أما إن كنتم حاجين مع الناس فنعم حكمكم حكم الحجاج تقصرون وتجمعون أما إن كنتم غير حاجين فلا تجمعوا ولا تقصروا ولكن تتناوبون على العمل يمسك العمل ناس منكم ويصلي ناس ثم يذهب الذين صلوا ويمسكون العمل ويصلي أولئك نعم